زار جلالة المالك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين مديرية الأمن العام معربا عن اعتزازه بمنتسبيها وتابع جلالته في مركز القيادة والسيطرة عبر تقنية الاتصال المرأي تمرين بترا الفين وثلاثة وعشرين الذي نفذته مديرية الدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعيطة واجتمل التمرين على فرضيات تشكل سيول وعمليات إجلاء لعالقين من الموقع الأثري وإنقاذ مصابين على المقاطع الصخرية وآلية التعامل الأمثل معها وشارك في التمرين الذي أقيم بالتعاون مع سلطة إقليم البترة التنموي السياحي تشكيلات من سلاح الجو الملكي الأردني ووحدات الأمن العام المختلفة وفرق الدفع الرباعي وأشاد جلالة الملك بمهارة وحرفية المشاركين في التمرين وجاهزيتهم وبتعاون المجتمع المحلي لافتا إلى أهمية دور المواطن في إنجاح مثل هذه التمارين كما افتتح جلالة الملك خلال الزيارة استوديوهات إذاعة الأمن العام الجديدة إذ استمع إلى إيجاز حول أهم الخطط الإعلامية التي تطلع بها مديرية الأمن العام من خلال حملات التوعية وتقديم المعلومات للمواطنين نتشرف أن نحن بزيارة سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني لمديرية الأمن العام نرحب بك سيدي باستوديوهات إذاعة الأمن العام التي نالت شرف انطلاقها برعاية من جلالتكم في الرابع والعشرين من يناير 2007 وبدعمكم يستمر العطاء ونوه جلالته بالدور المهم الذي يقوم به الأعلام بمديرية الأمن العام مؤكدا ضرورة تعزيز التفاعل مع وسائل الأعلام وإيصال الرسالة التوعوية بطريقة عصرية وجال جلالة الملك بمديرية الأعلام والشرطة المجتمعية واتطلع على أقسامها ووحداتها من جانبه أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ الرؤى الملكية من خلال استراتيجية أمنية لخدمة المواطنين في مختلف مناح الحياة والحفاظ على مقدرات الوطن